أيضا كانت هناك أمور متوقفة يعني مثلا مش بس مهرجان الجون الحقيقة ولكن على صعيد آخر تماما مهرجانات المصريين مهرجانات المواطن المصري العادي المواطن المصري أو البني أدم المصري المحب المحب الأل البيت والمحب الأولياء الله الصالحين أظن كلنا نحب مولانا سدنا السيد البدوي والمولد بتاعه في طنطة ثلاث سنين مكناش بنحتفل بمولد السيد البدوي في طنطة ويمكن للأسف كان البداية بسبب جائحة كورونا والآن يعود إلينا المولد أو مولد سدنا السيد البدوي معنا على التليفون الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية أهلا 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 ونقول إيه ألف مبروك علينا عودة مولد السيد البدوي أهلا أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك يا شخان كل عام وحضرتك طيب وحضرتك بالصحة والسلامة وعيده علينا بكل خير ويمن وبركة علينا جميعا يا رب طمنا على مولة سدنا ومولانا السيد البدوي سدنا ومولانا السيد البدوي في نتك كتير ما تعرفشي الناس بالشريف فلابد أن احنا نلقي الضوء ولولحظات كده على نسب الشريف حقق أعلام المؤرخين بأن مولانا السيد أحمد البدوي ابن السيد علي البدوي البدري ابن السيد إبراهيم ابن السيد محمد ابن السيد أبي بقري ينتهي نسبه إلى سيدة علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي رضي الله عنهم جميعا ابن ستين السيدة فاطمة الزهراء ابن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتولد سنة 596 هجرية بمدينة فاس بالمغرب ونشأ في أحضان أسرتي الشريفة حفظ القرآن وهو عنده من العمر عشر سنوات ودرس وشرعة العلوم الشرعية على يد والده وعلى يد أخوه حسن الأكبر ثم ارتحل إلى مكة المكرمة سنة 603 هجرية وأتم النشأ المباركة في رحاب المسجد الحرم النبوي الحرم المكي اشتغل هناك بالتدريس وعاد إلى العراق ثم وصل مصر سنة 633 هجرية ودخل مدينة طنطة سنة 635 عاش بمدينة طنطة 40 سنة حتى توفية وسلمة تروح إلى خالقيا سنة 675 هجرية رحم الله مولانا السعادة البدوي رحم الله صديق مولانا الإمان طيب من ألقابه من ألقابه الشيخ العرب أيها لفضله وقرن وجوده ومن ألقابه البدوي لما لزمه من ملبس وزين وكان من ألقابه الملسم لأن لا يتلسم إلا البد وكان يقن بأب الفتيان لعقفه على الصغير والكبير من بني الإنسان فضلا عما كان عليه من قوة الجنان وحسن البيان وطلاقة الإسان الله طيب قلنا يا شيخ خالد إحنا استعداداتنا للمولد السنة هتبقى عاملة إزاي خصواننا معرف إنه الساحة تم تجددها وبقت حاجة عظمة يعني هو يقام له السنوية من المولد الكبير في شهر أكتوبر ويتوافق ذلك معا في السهرات أكتوبر المجيدة ويتوافق أيضا مع العيد القومي لمحافظة الغربية وشاء القدر أن يتوافق مع شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عليها أفضل الصلاة والسلام يقام لمدة أسبوع حيل بدأت من يوم ستة عشرة وتنتهي يوم الخميس القادم الليلة الكبيرة يعني من مبارك لحد الليلة الكبيرة الخميس الجاي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كان هذا المولد متوقف بسبب جائحة كورونا من عام 2020 وحتى هذا العام نحمد الله تبارك وتعالى أن رفع عنا البلاء والوباء الحمد لله والشكر لله طب الوزارة مستعدة كان التمسيط مع معالم محافظة الغربية أيوة بشأن إقامة المولد النبوي الشريف حيل وبدأ سيادته في حالة الاستعداد الكامل لتنظيم وترتيب وتكثيف كل ما يحتاجه المولد مولد الشريف مولد سيدي أحمد البدوي رائع رائع فتم التنسيط ما بين الوزارة وما بين المحافظة أنا شايف إن الجهات الأمنية قائمة على أكمل وجه داخل وخارج المسجد داخل وخارج المدينة على منافذ ومخارج مدينة طنصة وطبعا جهد ملموس ومفزول من رجال الأمن وهذا يدل على يقظة رجال الأمن ووجودهم في الشارع وفي المسجد وخارج المسجد إذن نتوقع وفي المداخل والمخارج يبعث التنسيط والأمان في نفوس الوافدين والمريدين وأهل البلد أمر الله سبحانه وتعالى هتبقى الليلة كبيرة من أجمل ومن أبها الليالي إن شاء الله يوم الخميس الجاي وبمنتهى الأمن والأمان والاستقرار والبهجة نحتفل بمولد سيدنا السيد البدوي أنا بشكرك جدا الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية